لكن وزير المالية لما تحدث قال أزمة لا مثيلة لها طبعاً مرينا بأزمة مرينا بـ 15-16 مرينا في الأزمة العالمية مرينا في حرب الخليج يعني هل هذه الأزمة أزمة كورونا أشد علينا من حرب الخليج؟ طبعاً طبعاً حرب الخليج حرب محدودة كانت ضد يعني كان فيه تحالف عالمي العالم الحدود كانت مفتوحة النشاط الاقتصادي كان عالي ارتفعت أسعار البترول في ذيك السنة كان العام الحقيقة كان أيضاً عام يشهد فيه الاقتصاد العالمي نمو كان في عام 1991-1990 كان تراك كان سنة جيدة الاقتصاد العالمي كويس مملكة ارتفعت أسعار البترول من 18 وصلت 50 دولار لو نرجع لذاك التاريخ لكن الوضع في 2020 لا العالم كله معزول عن بعضه انتاج العالم كله انخفض العالم الآن الشيء الوحيد اللي قاعد يقدم البعض أنه يرفع ديونه ما هي ترتفع وصوله ما هي انتاجيته ترفع ديونه كي يعيش كي يبقى دول بما فيها المملكة تحاول تساعد المؤسسات الصغيرة المتوسطة انها تبقى انه لا يرتفع عدد العاطلين في المملكة كل هذه محاولات للحفاظ على القطاع الخاص القوى العاملة هذه تقوم فيها كل الدول بما فيها لكن الحقيقة المملكة نجاحها انها قدرة تحافظ فعلاً على حجم مؤسسات القطاع الخاص انها برضو قدرة المملكة العطاء النسبياً أقل من الدول الكبرى لكن مستمر يعني تدفع الرواتب مثلاً من شركات القطاع الخاص عبر نظام ساند إلى نسبة 60% تحافظ عليه السبب أنها تقوم في هذا الشيء يعني لي حد هذه الأزمة سيئة هذه الأزمة سيئة جداً أقدر أقول لهذه الكلمة لكن هل معنات أنه ما لها حل؟ هل معناتها؟ قبل الحل أنا ودي الآن أفهم لأي حد يعني هو لما جاء وقال أزمة لا مثيل لها عرفنا سيئة هل هي من أسوأ الأزمات التي مررنا فيها ولا في أسوأ منها؟ لا ما مر علينا أسمى بهذه القوة هذه أسوأ أزمة؟ هذه أسوأ أزمة حتى على العالم هذه حرب عالمية تقدر تعتبرها أشبه ما يكون ولما يصير في حرب عالمية يرتفع العجز بين الدول يرتفع العجز في اقتصاديات الدول يرتفع عدد العاطلين لما أقول لك أن أمريكا يرتفع العاطلين فيها من 3 إلى 18 يعني هذا الرقم مبسيط أرقام ما نصدقها ساعات كل أسبوع يعلنهم بالملايين فالصيني الصين وصلت الأمور فيها شبه تعطلت في شهر فبراير لكن هل معناته أن هذه الحرب لا نستطيع أن ننتصر فيها؟ لا نستطيع أن ننتصر انتصارنا فيها بالوعي وعي الفرد صدقني الرقم الذي أريد أن أرى في السعودية أهم من ارتفاع أسعار البترول صدقني هو انخفال عدد المصابين بالكورونا أنا ينخفض الرقم لا أريد أن يصل إلى الرقم الـ 1500 أنا أريد أن أرى أقل من 100 هذا الشيء المريح لي لأنه هناك طاقة لا تستطيع بعد صعب أن تعيد الفتح الاقتصادي للبلد إلى متى تستطيع أن تدعم القطاع الخاص أنا من الناس التي كنت أرى متفائل نسبياً بسعار البترول وبدأت تتحسن لكن هناك دخل غير البترولي كل شوية قاعدة الدولة تساعد شكراً للمشاهدة